اخوانا اخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لجميع مشاهدين الكرام اينما كنتم مرحبا بكم معايا من جديد في هاد الفيديو اللي غادي نقش فيه امر اللي كي همنا كاملين اللي كي يضرب الصحة ديال الاطفال ديالنا. قبر اللي كان كيروج من البارح بخصوص تسمم ديال الاطفال بسباب واحد الشوكولات اللي معروف عالميا الاسم دياله كيندر. كين على شكل بيضة كين على شكل بوب كين على شكل بيمو كين على شكل فانيد. يعني متعدد الانواع ولكن الاسم نفسه اللي هو كيندر. كان صنع ديالهات الشركة هذي ولهذا النوع يعني بلجيكي. ما كي همش على ما اعتقد يعني الصنع بلجيكي. هاد الموضوع اتكلم عليه واحد صحافي اخرى اللي كان اعرفوا انايا لفرنسا. المراسل ديالقناة دبي محمد اموسي تحية كبيرة ليه من هنا اياه هو اول واحدة ترغل هاد الموضوع البارح. وفي البداية كانوا خمستاش ديال الاطفال الفرنسيين اللي كان كشفوا انهم اه يتسموا بهذا الشكلات هذا. وكان ظن ان الحالات ولا العدد ارتفع لثلاثين البارح. اه دخلات كذلك بريطانيا على بعضهم. احتها هي يا هادرات على هذا الموضوع. وراه غادي كينتصر في بزاف ديال الدول المغرب كذلك يلا حط لنا على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية. احتها هو حط لنا بعد الانواع. وحدد لنا المدة ديال الصلاحية ديال الانواع ديال الشوكولات من هاد النوع ذا اللي كان عندكم في الدار وكذا ارميه. ولكن خلاصة القول. غد نهضره على البيان ولا غد نهضره على البلاغ. ولكن انا النصيحة ليا. قوليكم. اي واحد من العائلة اللي عنده ولدات. كتكون خارج انتو الوليد ديالك. انتو الوليد ديالك. قول لالبنية وكيقول لك يا بابا ماما اشتري ليه هذا. انا مولي في كنستريلية ديالك البيضة ديالك الحلوة. داك اللي مكتوب عليه كيندر ما كيهمش. ولا ما نبقاش مقلبه في الانتهاء ذي الصلاحية مثلا بحالة شيء قد نهضره عليه. تخلوه عليه مرة واحدة لانه كيشكل خطر على الوليدات ديالنا. انه مشكل كي تسبب يعني اه تلوث في الامعاء ذي الاطفال. امر او لا مرض اللي هو خطير. خطير للغاية. نتمنى الاخوان تبارتاجوا هاد الفيديو وتعطون الله يكذلكم باش تعمل الفائدة. وقال المكتب في بلاغ الله الاربعاء هاد النهار هذا. انه قرر تعزيز المراقبة على جميع منتجات كيندر المستوردة لتجنب ادخال حصص من هذه المواد الى السوق الوطنية. وكما قرر السحب الفوري من الاسواق اللي مختلف الحصص المعنية على مستوى الاستيراذ والتوزيع. ولكن عندنا قدار هاد الهم هذا. نتخلصوا من نون هني وروسنا وهكا نتجنبه امور اللي هي خيبة بالنسبة اذا قدر الله لوليدات دي عنا. لانا اصلا هذا المرض هذا كله هم. ما اصلا را مخدامش. لوليدات دي عنا السنان وبزاف دي الامور. المهم كما قلنا كين بزاف دي الانواع كين هاتشوكو بيبونس. كين كذلك اه كيندر ميني. كين كيندر ماكس. مونت. يعني كين انواع كثيرة. اي شوكلاة. يعني الاسم دياله بكتوب عليه كيندر. خلصوا منو وهني وروسكم. ما نطولش عليكم الفيديو معلومة شفتها بغيت مقاسمة معاكم. ما كيهمش يكونوا عندك اطفال ولا ما يكونوش عندك باش تبرتاجي هاد الفيديو وديروا الليك باش تعمل فائدة. لان الامر كيهمنا كاملين والامر في غاية الخطورة. للي كيشكل خطر هاد الهم هذا كبير على الوليدات دي الانا ولا الوليدات دي المجتمع بصفة عامة الاقوان. خليوا هاد الفيديو حتى هنا يا حتى نتلقوا ان شاء الله في موضوع اخر دمتم في امل الله.